السلام عليكم ومرحبا بكم في البرنامج ديالكم اش واقع في الكورة وفي حلقة جديدة اللي نهضرو فيها على مواضع اللي مهمة اللي هي السبب في ته دهور الكورة المغربية كينين بزاف دي الاسباب اللي نهضرو على الاهم منها وفي هذه الحلقة هذي غضي ناخدو ثلاثة دي المواد المادة الاولى غضي نهضرو على التدريب كيفاش انت ولا انا ولا الاخر بغيتي تولي مدرب والمادة التانية وهي التسير كيفاش انك تولي مسير في الكورة المغربية وتولي رئيس ليمالا لاحد الانديا اللي كينين في المغرب اش واقع في الكورة مع محمد الحجوي اللي واقع سيدنا في الكورة هو كنشوفو تدبدو بديل الحالة اللي كتعيشها الكورة المغربية وبزاف دي الانديا الكل يشتكي بانهم وصلوا الحاضر اول حاجة نبدو بها وهي التدريب كيفاش اي واحد مغربي بغيو اللي مدريب باش يدخل العالم دي المستديرة والكورة شنو خصيو دير باش يدخل العالم دي التدريب فانت تخصك اول حاجة تدوز وتاخد الرخصة دي الدي من بعدها السي من بعدها البي ومن بعدها ال ا وكل فئة من هاد الديبلومات هادو كتخول ليك انك تدرب في احد الاقسام اللي كينين في الدوري المغربي اول حاجة خصك تمشي للعصب اللي كينين في المغرب اللي هو محضاش وهنا غادي تبدأ انك تعمر الاستمارة دي الترشوح فيها بزاف دي الشروط اللي من هاو احدا وهي ربما تعجيزية في حق الناس اللي ملعبوش الكورة هي اول حاجة خصك تكون ديجا لعبتي الكورة في احد الاقسام المنضويات حتى لواء الجامعة الملكية المغربية لكورة القادم ولكن انت ما عمرك لعبتي في هاد الاقسام هادو ارا ما عندكش الحق الترشح وتاخذ الديبلوم ديالك اللي هو الدي اول لكن السؤال علش حاطين هاد المعيار دي لانا كخصك ولا بودت تكون لعبتي الكورة بينما في اوروبا كينين مدربين كبار اللي ما لعبوش الكورة وحاليا من ضمن افضل المدربين في العالم مثلا المدرب دي اليو في دابا اللي هو صاري ما عمروا لعب الكورة ومن بعدها ولو مدرب محترف وهو الان شد واحدة من افضل فرق في العالم اه ممكن ان المسؤولين ديال الكورة في المغرب يكونوا دكيين بزاف وبغوا انهم يحطوا الناس في الكورة غير اللي يلعبوا الكورة وعندهم واحد ديلاية كبيرة بالعالم ديال الكورة ويفيدوا الكورة بزاف اش واقع فالكورة تسيير سيادنا ديال الكورة المغربية من بعد البحث العاميق اللي درت اللي صارحه سهل فهو انك بلا ما تكون لعبتي لكورة بلا ما تكون لقاري ما عندك الاشياء هذا الاولو يمكنك انك تدخل تسيير ديال الكورة في المغرب والاكتر من ذلك وهي مفاجأة لك هرا يمكنك تولي رئيس ديالنادي تسيير في المغرب كيحتاج الجوج ديالاشياء وهي البوابات بجوج اللي ممكن انهم يديوا اي واحد يولي رئيس ديالنادي معين اول بوابة وهي الانخراط وتاني بوابة وهي المال غادي نبدأ من التانية اللي هي المال المال كيفاش خولك انك تولي لرئيس معين داخل المغرب اول حاجين كلك تديرها كيف ما كنعرفو مول شكارة كتكون عندك واحد شكارة صحيحة في هالفلوس كتقصد احد الاندياء في المغرب اللي كتعيش مشاكل كبيرة وديون ومشاكل مع اللاعبين وكتدخل عليهم عندك الفلوس كتمشي للمكتب المسيير ديال الفارق اللي كيكون في حاجة مالسة للفلوس وهنا كتدخل على انك بغي تقدم يد العون ويد المساعدة لهذا النادي هذا اللي يخصك تبين بانك كتبغيه منك تدخل للمكتب ديال الفارقة كاملة كي تتعقوا فيك على اساس انك تنقضهم من واحد الازمة اللي عايشينها فانت منك تعطيهم الفلوس كيبقى فقط انك تتخذ من عندهم واحد الواتيقة وهي محضر موقع من طرف الاعضاء ديال نادي كيقروا بانك بالصحة عطيتهم هذيك الفلوس اللي يفكوا بها المشاكل ديال النادي هنا النتيجة كيولي النادي كورا بين يديك بمعنى انه الاعضاء ديال النادي حتى الشي واحد ما قادر انه يتنازل على هذيك الواتيقة ويفصخها معاك ويعطيك الفلوس اللي عطيتي لنادي النهر الأول وكتولي انت دائما المالك الابدي لهذاك النادي بحكم انه حتى الشي واحد ما يقدر ويعطيك الفلوس باش تخرج من الرئاسة وحتى يلاجه شي واحد اخر عنده الفلوس ويعطيها لك بشي حي ذك فحتى هو غاد يدخل بنفس الفكر فقط خص الفلوس ويدخل ويقولي رئيس ديال النادي وكين البوابة التانية وهي البوابة للانخيراط واللي فيها روين كنعرفو الانخيراط في الفرق المغربية والاندية المغربية فهو كينو حدواجي بديل الفلوس كتأدي وكتدخل وكتولي منخارط للنادي وكتولي كتحضر في الجموع العامة ديال النادي وكتولي تنتكة تعطي الاقتراحة ديالك بمجرد انك كتنخارط وكتعطي الفلوس ديالك كتولي انك تحضر للجموع العامة هناك تتعرف على منخاريطين بحالك وإلا كانت عندك نية أنك تولي رئيس يوما ما وكيبقى فقط خصك تساين أنه العطرة ذي النادي وتتلخبط الأمور ذياله على المستوى ذي للتسير وكذلك على المستوى ذي للرئاسة هناك ترجاع اللور وكتناقش الأمور غير مع الأصدقاء ذيالك اللي هم منخاريطين بحالك بحالهم كتقنعهم بأنك غادي تولي انتهى الرئيس قادر ترشح عندك الفلوس كذلك شوية الفلوس باش تدخلوا وتولي رئيس للنادي وتنقضهم وكذلك أصحابك كتوعدهم بأنهم يوليوا معك في المكتب هم كيطمعوا وكيتيقوا فيك كيدخلوا وكيزيدوا كل قدام وكيرشحوك باش تولي انتهى الرئيس المستقبلي ديال النادي كيتيقوا فيك كيكل جمل عام كيصوتوا عليك وهناك تولي انت في حاجة فقط الأصوات ديالهم باش كتدير الأغلبية وكتولي انتهى الرئيس الفعلي للنادي دابا مشو المشاكل اللي كيخلقوها المال والانخيرات أول مشكل كيخلقوا المال وهو الرئيس كيكون عنده الفلوس كيو اللي يشرع ويدير مبغا في النادي النهار اللي كيبغي يخسر عليهم الفلوس ويدير شي حاجة زيانة اللي من انتدابات باش كتزيد الفرقة فهي كتزيد وكيخسر فلوسه وكتكون نتائج النهار اللي ما كيبغيش فالنتائج ما كتبقاش بحكم أنه النادي القوة دياله كتمثل في اللاعبين اللي كيكونوا فيه كيحيد لك لعابة ما كينتدبش لعابة كيطمع أيضا وممكن أنه يبيع لعابة وهنا الفرق كيفتقر للمواهب الأساسية باش النادي كيزيد وكذلك في الانخيرات شنو كيوقع هادك المكتب اللي كيكون بغي هادك الرئيس اللي هو ما صوتوا عليه وزيدوه بحكم أنه كان منخارطة معهم وكان كيواعدهم ببعض الأشياء فربما كيوقع المشكل وهناك ينقاسم المكتب إلى الشطرين كيولي مؤيد وكيلي معارض وكتولي تضارب في المصالح الشخصية اللي كيمشي الضحية ديالها النادي ويا ما فرق عانيت من هاد المشكل هادا اللي بلما نذكرهم كلكم غدين تذكروا المشاكل اللي عايشين بعض الفرق حاليا اللي قالسين كتدهور الحالة ديالهم في التسيير فالكل كيعرف بأنه الكواليس اللي هي المكتب المصير هي السبب الأول والأخير فالمشاكل اللي كيعيشوها الأندية المغربية والضحية كيمشي هو الجمهور الحل الوحيد باش نقض الكورة المغربية من هاد المشكل اللي كتعاني منه وهو تأذية واجب الانخيرات خصويت حيد اللي هو الفخ في الأصل كيستغلوه بعض الرؤساء باش كيعتاليوا الكرسي ديال الرئاسة أنا نشرح لك دابة وكنت من الشرح ديالي يكون بطريقة ساليسة ومزيانة كتعرف الكومبارس اللي كين في العالم ديال السينيما أي هما دوك الناس اللي كيعمروا بهم المشهد ديال الحرب كيكونوا بزاف ديال الجيوش اللي ما عندهم حتى شي دور فقط خصوهم يتخشو في الفيلم واخوية الحجوش كتر هو نجاب الكومبارس والسينيما للكورة المغربية غدا نعطيك ثلاثة ديال المحاور أول حاجة كيجي الرئيس وكيحكم القبضة دياله على هذك النادي اللي بغي يبقى فيه وكيخدم ثلاثة ديال الأشياء اللي هي السبب إنهيار ديال الكورة المغربية أول خطوة ليه وهو أنه كيدخل وكيهز وكيرفع القيمة ديالانخيرات في النادي بمعنى أنك أنت كمحب وكغايور وبغي تخدم هذ الفرقة هذي ما قادرش أنك تدخل وتساهم وتولي منخارط فاد النادي باش تحضر للجموع العامة هناك يمشي الحاجة الثانية وهو أنه كيتهن وكيقطع الباب على هذوك الناس المنخارطين الغيوري اللي يدخلوه ويشو وشو عليه وكيبقى هو مستقر في الكورسي ديال الرئاسة دياله وثالث حاجة وهي الخطة اللي بدأ من اللول وهو أنه بحكم أنه مكيولي وشو منخارطين كيقدروا يدخلوه ويدفع الفلوس ديالهم بشو منخارطين مع النادي هنا كيولي هو كيأدي على الأصدقاء دياله كيولي هم منخارطين وأي حاجة قالها كيقولوا نعم وأي حاجة ما بغاهاش كيقولوا لا هنا سبب اللي كنشوفه حاليا في الجموع العامة دي الأندي في المغرب كيدوز بقاتي والحلوة وما كيحتش واحد كيعارض الرئيس في المشروع وفي الخطة في النظام المالي والتسييري دياله إيوانا وضحت ليك وبينت ليك بأنه رأي لي عندك الفلوس وعندك خطة قادرة تولي منخارط ودخل وترسم الخطة ديالك فانت قادرة تولي رئيس لأي نادي في المغرب هنا السؤال لا يتطرح عند أي واحد ويقول علاش مدرب خصو يكون ضروري لعب الكرة وكيف قاف في الكرة ورئيس ما عندوش علاقة بالكرة يمكن ليو اللي هو الرئيس ويتحكم في النادي وما دام واحد ما كيفهمش في الكرة وكيتحكم في النادي وواحد هو مدرب وحطي اللي شرط أساسي أنه يكون كيفهم في الكرة فماذا تفيد أنه يلعب في الكرة وما دام أنه كير رئيس عنده غير الفلوس ما كيفهم فواله في الكرة هو اللي يتحكم فيه A-WC دي هادا علاش خسارية هاد الموضوع لانه معضي لكينة في الكورة المغربية وسبب التدهور دي النتائج ديالها وسبب رئيسي كنشوفو بزاف دي الاندية عيشه ازامات والان غادل النسيان الا من رحمه ربي فقط الاندية اللي عنده جمهور كبير وغيور اللي كيدق وكيدق بقوة وما كيخليش ان الرئيس يرتاجل ويدير اشياء عشوائية باش النادي ممشيش للحاضيط اش واقع في الكورة اذا اخواني هادشي اللي كان عندي في اش واقع في الكورة الى بغيتوا اي موضوع انني نطرق ليه مرحبا بالاراء ديالكم في التعليق الانستاغرام ديالي ها هو اي واحد بغي يدخل ويطرح عليا اي سؤال راكن جاوب كل شي وكذلك كنسقبل جميع الافكار دي للاخوة متبخلوش علينا بلايك باش الفيديو ويطلع ويوصل لأكبر شريحة من الناس كذلك البارتاج بالنسبة اللي باش دي الفيسبوك اللي كي اخذوا الفيديو وكي بارتاجيو في الصفحة ديالهم ما كنحتشي مشكيل خوضوا الفيديو بارتاجيو فقط اخواني كنتمنى انكم تحطوا رابط القناة او رابط الفيديو الاصلي باش حتى انا المجهود ديالي ما بقى لي الا نودعكم الى حلقة مقبلة من اش واقع في الكورة كان معكم محمد الحجوي من قناة منتخب فانز استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله